السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا لمتسبعي قناة الحميدي فهذا الفيديو ان شاء الله سوف نذهب إلى عدد كبير من النقط لتطرق لها وزير التربية والتعليم السيد سعيد أمزازي من خلال حواره مع جريدة إيسبريس الإلكترونية من بين هذه النقاط سولو الصحفي قال له ماذا عن مطالبة التلاميذ بيتخفيض عتبة النجاح سواء التلاميذ العدادي أو الابتدائي أو الثانوي النقطة الموالية سولو قال له ماذا عن عدد أساتذة الحراسة بالنسبة للمتيحان البكالورية سواء بالنسبة الأساتذة اللي غد يحرصوا في القاعة المغطات أو العدد ديالهم اللي غد يحرصوا في القسم أو العدد الأساتذة اللي غد يحرصوا في المدرج بالنسبة للناس اللي غد يدوزوا في الجامعات والنقطة الموالية يعني كيف سيتعاملون مع الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا يعني صباح يوم الامتحان والنقطة ما قبل الأخيرة أو الأخيرة ماذا عن إجراءات زجر الغش في الامتحان الوطني إذن على بركة الله نشوف هذه النقطة التي سترق لها الوزير إذن قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المياني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في حوار أجراه مع جريدة إيس بريس سؤال الأول أو النقطة الأولى عدد أساتذة الحراسة إذن مثلا نغدي جاوب الوزير مثلا في قاعة مغطات حرصنا على مسافة أمان بين التلاميذ تصل إلى أربع أمطار أو أربعة أمطار والأمر نفسه في المدرج وأيضا تقليل عدد المترشحين في القسم من 20 تلميذ إلى 10 تلاميذ إذن شوفوا معي الإجراءات التي اخذتها الوزارة فيما يخص عدد الأساتذة كما أن عدد أساتذة الحراسة استضاعف هذه السنة إذ نصل إلى 12 أستاذا مكلفا بالحراسة في قاعة مغطات 12 في قاعة مغطات وما بين 6 و 8 أساتذة في المدرج 6 أو 7 أو 8 في المدرج 7 أو 9 بالنسبة للقسم 8 أو 10 تلاميذ وليس أحرصها جوج الأساتذة كيف ستستعاملون مع الحالات المشبهة في إصابتها بكورونا صباح يوم الإمتهان؟ 7 أو 8 موجود في كل مركز إمتهان قمنا بتخصيص قاعة عزل خاصة في حالة الظهور أي أعراض للوباء حينها مباشرة سيتدخل الفريق الصحي لعزل المترشح في هذه القاعة وإتمام امتحانه إذن بالنسبة لهذا التلامذ اللي غادي يشكوا بأنهم مصابين بفيروس كورونا غادي يعزلهم في قاعة خاصة وغادي يكملوا الامتحان ديالهم بعض التلاميذ يشتكون من صعوبة الجياز امتحان لساعات وهم يضعون الكمامة وحقيقتا هذه المسألة صعيبة كيفاش انت كيني اللي عنده ربعا سواء وكيدوز الامتحان وكيفاش اني هذه الكمامة ومع الصهد ومع هاشنو غادي يجاوبوا الوزير لهذا السبب قمنا بتوفير القناع الواقي الذي يغطي الوجه كاملا إذن غادي يديروا واحد القناع منتما كتشوفوا يعني كتبع في الصيضالية إلى غير ذلك واقي حتى يتمكن التلميذ شنو باش يحيد هذه الكمامة دياله من نزع الكمامة والاحتفاظ بالقناع الواقي لأننا نتفهم صعوبة اجراء اختبار من ثلاثة او ربع ساعات او اربع ساعات في ظل احتمال ارتفاع درجة الحرارة ولذلك يكفي ارتداء القناع الذي يمكن ان يحمي المترشح واطر الحراسة إذن مني غادي تدخلوا ان شاء الله القسم يعني غادي تحيدوا هذه الكمامة وغادي تخليوا فقط هذه القناع سؤال مول ماذا عن اجراءات الزجر الغش في الامتحان الوطني وهذه النقطة ترتاب الحمر لأنها مهمة ومهمة بزرخ سكم تعرفوها اليوم هناك مرتكزات اساسية على المترشح ان يحترمها حتى لا يسقط في وضعية غش علما ان ادخال هاتف نقال الى فضاء الامتحان يعتبر بمثابة غش غير تدخل الهاتف مع كل القسم او الفضاء الامتحان فهو يعتبر غشا في حد ذاته طالبنا من رؤساء مراكز الامتحان تشديد المراقبة والاكتفاء بدخول التلميذ وهو يحمل معه فقط البطاقة الوطنية والاستدعاء ومقلمة مدرسية مفتوحة باش ميدرش فيها ننقل داخل هاد المقلمة اذا اخوان ضروري ومهم هاد الاشياء هذه تاخدواها بالاعتبار لان الحراسة غدي تكون طبعا مشددة ثانيا فان عملية توسيع فضاءات الامتحان والتباعد الجسدي يعززاني اجراءات زجر الغش بين المترشحين ثم ان اصدار قانون الغش في نستاش ساهم في تقليص عدد حالات الغش ويمكن التأكيد ان هناك اليوم تراجعا في عدد حالات الغش في امتحانات البك وذلك بفضل صرامة الاساتذة لضبط وزجر كل محاولة غش ليس فقط داخل قاعة الامتحان بل ايضا اثناء التصحيح للنظر في مادة تشابه الاجوبة او تطابقها وهناك عدد كبير من حالات الغش ضبطت خلال تصحيح الاوراق هذا الشي اللي كنت نقول لكم الاخوان ماشي يعني ماشي را غير الغش فقط يعني بالتليفون او لا هو اللي كتعتبر ريش وانما حتى الورقة الى كانت الورقة ديالك كتشبه للورقة اللي موراك او للورقة اللي قدامك فهنا تعتبر غشا فانهم كيقارنوا الاساتذة كيقارنوا بين الاوراق الى القاهوة متشابهة فكون اكيد على ان دوك الورقة بجوج او لا دوك الربعة او لا يعني الورقة اللي كتشبه فهم يعني اما لهم تيخدوا حالة غش ماذا عن مطالبة بعض التلاميذ بتخفيض عتبة النجاح في الباك بالنسبة للباك او بالنسبة لباك المستويات الاخرى هاشنو غاد يقول عليهم الوزير اولا هذه العملية هي بيضاغوجية محضة ولا يمكن للمصالح المركزية او الادارية او الوزير بنفسه ان يتدخل في هذه المسألة لدينا هيئات مجالس اقصام ذات قيمة وسلطة اكاديمية تسمح للأساتذة بخيار منح نصف نقطة لإصال تلميذ معين الى عشرين من عدمه يعني هاد مجلس دي القسم فهو اللي عنده الصلاحية باش يعني اعتل تلميذ هديك نصف نقطة او لا اعتلها نقطة او لا مهم الى غير ذلك وكل هذا في اطار احترام العتبة التي نحرص منذ ثلاث سنوات على احترامها احترامها في خمسة على عشرة بنسبة الابتدائي والتعليم الثانوي في عشرة على عشرين وهذا الامر ساهم في تحصيل نتائج جد مهمة ونتائج ايجابية اذا الوزير شنو غيقول هنا غيقول لك بان العتبة بنسبة الابتدائي هي خمسة على عشرة ونت طالع اما بالنسبة يعني الاعدادي والثانوي فهالعتبة هي عشرة على عشرين وهذا الامر شنو غيقول لك ان ساهم في تحصيل نتائج جد مهمة ونتائج جد ايجابية ولكن في الاخير كما اكد الوزير واكد انا فان هذه المسألة كلها كترجع للمجلس ديال القسم ولا يمكن اليوم التراجع المكتسبات فهناك سلطة لمجالس القسم فيها مش نصف نقطة او نقطة وليس وليس تمكين تلميذ من نجاح بحصولي على تسعود او تمانية على خمسين شوفوا ركزوا معي على تسعود بحصولي على تسعود او تمانية فاصلة خمسين علما ان تدخل مجالس القسم تراعي وضعية تلميذ على مستوى الحضور والسلوك وتطور مساره الدراسي اذا فهنا ما قالش هو يعني واش نجاح لا تسعود او لا تمانية ونص او لا غير ذلك فالمسائل كلها رجعها الى مجلس القسم وقال لك ان هذا الوضعية هذه مجلس القسم كي ياخد بعين الاعتبار المستوى ديال الحضور والسلوك ديال التلميذ وتطور المساره الدراسي يعني كيفاش كان مثلا في الدورة الولى وكيفاش ولا في الدورة الثانية هاد الاشياء كلها تعود الوزير براستو يقولك يقولك انا رمي عندي السلطة داش يعني نقول مثلا بان النجاح هو على كده او فهذا الجهة او لفهذا المؤسسة فالمسائل كلها كترجع الى مجلس القسم لان كلها او فئة معينة الا وعندها الصلاحية ديالها اذا اخوان كانت مننا حقيقة ان هذا الفيديو يكون فيهادكم يعني من خلال واحد مجموعة من النقاط اللي انتم ما كتساءلوا فيها او مهم او مهم او لكن عندكم مش تساءلوا خليلوا في التعليق والى الحلقة القادمة ان شاء الله وما تنسوش انكم تركزوا اه لا بنسبة لبك اه تركزوا اه للمراجعة ديال الدروس ديالكم و اه ان شاء الله ما يكون غير اه الخير الى اللقاء